السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على حرف مهم في اللغة الفرنسية فهذا الحرف عنده قراءات مختلفة اللي هو لالتر ج لالتر ج فالالتر ج كنقراوها بدو صن اللي هما لصن ج بعد هاد الحصة ان شاء الله مستحيل تخطئو مرة اخرى في قراءات لالتر ج يعني واش غنقراوها بج او غنقراوها بج فان مرة نشوفو واحد الكلمات انا باگاج باگاج كلمة تانية گروب والكلمة الاخيرة شارجر شارجر على شنك اللحظو فهنا قلنا باگاج لصن ج ولصن ج مع انه وكتبت بنصف طريقة يعني لالتر ج ولكن قرناها بطرق مختلفة في الاول قلنا گا وفي التالي قلنا ج بالنسبة الكلمة التانية ايضا لنا ج غوب غوب والكلمة الاخيرة شارجر دونك هنا اللي كنلاحظو لانه عنا نفس لالتر دونك اللي هي لالتر ج وقرناها بطريقتين يعني مرة قرناها بلصن ج مرة بلصن ج وكينا حالة اخرى اللي هي لالتر ج ما كان قروهاش ني كان نكتبوها ولكن ما كان قروهاش فهذا غنخليوه درس اخر ان شاء الله داكور الان الان لعندي لالتر ج تابعها اه تابعها فكنقروها غ غ دونك ج دائماً لحدها اه فكنقروها غ الآن الان لعندي ج تابعها او فكنقروها غ غ دائماً ج الان تابعها او كنقروها غ اكزمبل غ غ دائماً لحدها غ دائماً لحدها الان تابعها او ويال او فكنقروها غ غ ج ج لالتر ج الان تابعها او فكنقروها ج ج اكزمبل لجنو لجنو ج الان تابعها اي فكنقروها ج ج اكزمبل لجراف لجراف اما الج الان تابعها اي فكنقروها ج ج اكزمبل جينيكولوج 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 او ج الان تابعها لجنو او 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 فكنقروها بلصن ج ج غ غ غ غ غ غ غ اما الان تابعها لجنو او 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 لصن ج لصن ج دقار انا ج ج ج نتمنى ايكون واضح لكم الان لالتر ج الى كانتابعها لconsن ال فكنقروها غ غ غ نقروها بلصن غ غ اكزامبل غ غ غ غ غ غ او 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 ر فكنقروها غ غ غ بلصن غ او 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 تي غ تي غ تمنا يمكن واضح لكم اغل قولنا ج الى كانتابعها un او 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 فكنقروها بلصن غ لالتر ج الى كانتابعها بلصن غ او 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 غ فكنقروها بلصن ج اما لالتر ج الى كانتابعها لصن ل فكنقروها بلصن غ ايضا كنق resposta لالتر ج ال graders نتابعها كونسون أغ فنقرأها بغغ أيضا نقرأها بلصن غ فكيف كان عرفوا A O U E Y هما ليفوايل والباقي الحروف فكيتسموا ليفوايل هذا ليفوايل غير بين قوصين هذا ليفوايل الدور لديهم هم اللي يساعدون باش نقرأوا هاد لالتخ بحيث العربية لدينا الشكل فعنا الفتحة والدمة والكثرة وفي الفرنسي لدينا ليفوايل بحيث مثلا نجي لالتخ M الإحد داها A نقرأها م إحد داها O نقرأها م إحد داها O نقرأيها م و Raum فنجي لدينا الشكل وباقي الحروف فلدينا لديهم تصنع قلنا على الج إذا نمتعها A O U نقرأها بلصن غ إما إذا نمتعها A اÜ И أو Y نقرأها بلصن ج يعني ج أما إلا كنتابعها L أو R فكنقروها بلصان G بحال Glace الآن عندي لالتر G إلا كنتابعها OU OU فكنقروها GOO بإيجابة أما لالتر G إلا إحداها U I فكنقروها G مثل أما إلا عندي الجي تابعها U فكنقروها G مثل أما إلا عندي الجي تابعها U الآن إلا عندي الجي يحداها A فكنقروها غا ولكن إلا كانت الجي تابعها U عد أ فكنقروها جا جا ماشي غا جا لأن الجي تابعها U عد أ دون كنقروها جا أغنجابل أما الجي إلا كانت تابعها U فكنقروها GO ولكن إلا كان قبل من OU يعني الجي أ عد أ فكنقروها جو مثل بي جان باكار والآن إلا عندي الجي تابعها U فكنقروها G الآن صافكة نعرف على أن الجي تابعها A أو O أو U فكنقروها بلصن G يعني غا غو غو ولكن إلا كان قبل من هذا U فكنقروها جو جو مثل واضح؟ فالجي إلا تابعها U أ فكنقروها جا إلا تابعها U أو فكنقروها جو إلا تابعها U فكنقروها جو جو نتمنى يكون واضح لكم الآن نمرو نشوفوا ديز اكزامبل أو أمشيلا المثال الأول لدينا جيد جيد فهنا الجي قرنها بلصن G برقوة لأنه تابعها U إي فقلنا الجي لتابعها U إي فكنقروها جي جيد ثاني مثال الكلمة الثانية غراف غراف هنا أيضا جي قرنها بلصن G pourquoi؟ لأنه تابعها R فقلنا جي إلا تابعها كنصن R أو L فكنقروها بلصن G كلمة ثالثة مانجي مانجي هنا لتابعها E دونك نقروها بلصن J داكو؟ فبما أنه E R كنقروها E فنقوله مانجي مانجي لأنه جي لحداها A كنقروها G وعندي جي لأنه جي لحداها U كنقروها بلصن J دونك غراف 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 غيجيون غيجيون فهنا لالتر جي قرنها بلصن جي لأنه تابعها I تابعها في ويال I بما أنه I O N كنقروها يون فنقوله غيجيون 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 غيجيس دونك هنا لالتر جي قرنها بلصن G لأنه تابعها كنصن L فقلنا لالتابعها R أو L فكنقروها بلصن G مارج دونك هنا بما أنه جي تابعها E فنقروها بلصن ج دونك مارج فهذه الكلمة مهمة الآن هنا عندي G لأنه تابعها كنصن L دونك فهنا قلنا إلا عندي جي تابعها E A كنقروها ج دونك داكور والمثال الأخير بلاغ بلاغ دائما إلى لالتر جي تابعها U E فنقروها بلغ بلاغ والآن مروا لإكزرسيس أو تمرين باش تضبطوا القراءات نتعلى لالتر جي بالنسبة لالكستشون الأولى سليني لالتر جي كون تيانطن لصن جي فهذه الكلمات سنقروها معكم إلا سمعتوا لصن جي فستطروا لالتر جي بالنسبة لالكلمة الأولى بالنسبة لفتر جي كون تيانطن لفتر جي كون تيانطن لفتر جي كون تيانطن لفتر جي لاسون لغارد لغارد بالنسبة لالكستشون الأولى سليني لالتر جي كون تيانطن لصن جي يعني رانسي تروا لالتر جي إلا سمنا لصن جي Alors أنا وياجي وياجي لطيغر لطيغر جانتي جانتي لالارجر التي جمناست جان كوراج فالآن نقفل فيديو قوموا بإيجاز الإجذرسيس ونرجوا أباش نصح لها الآن غنصحوا الإجذرسيس سألو بالنسبة السؤال الأول قلنا سوف نسطره لليتر جي اللي سمعنا لصن ج سألو بالنسبة الكلمة الأولى فعندي لجيغاف لجيغاف دونك هنا ما سمعت لصن ج غاني غاني فهنا وي عندي لصن ج غاني ألو بالنسبة هنا لليتر جي اللي كانت تابعة انتا كنقروها نية فهذا سنشوفه في درس مقبل إن شاء الله ألو قلنا غاني فهنا سمعت لصن ج دونك هنا ستارس لليتر جي لكلمة سالي تان لانيج دونك هنا ما سمعت لصن ج لغيد لغيد زوالا هنا هندي لصن ج لغيد ناويغي ناويغي منا أيضا كي لصن ج ناويغي للاواج للاواج ناويغي ناويغي غلاسان غلاسان ناويغلاسان لصن ج لغارد لغارد هنا أيضا سمعت لصن ج لغارد ألو بالنسبة لكس شانتانيا فهنا ستارس لليتر جي اللي سمعت لصن ج لغاندي وياجه وياجه وي لصن ج وياجه لتغر ناويغلاسان هنا هندي لصن ج لتغر لغاندي جانتي ايضا لصن ج ينوز ج تبعها أ لصن ج لصن ج لارجور هنا أيضا هندي لصن ج ينوز ج تبعها أ قلنا كنقراوها ج لا لارجر فيلاج فيلاج او سيدي لصن ج فيلاج جيمناست وي انا قلنا ج لتبعها ي كنقراوها بلصن ج جيمناست غن نان لما اندش لصن ج اندش لصن ج غن لأن ج تبعها اك كنقراوها ج كورا ج فهنا عندي ج تبعها او او كنقراوها ج وي هنا عندي لصن ج وبهذا كنصل لنهاية الحصة نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتم منه وتكونوا صافي كتفرقوا بلصن ج ولصن ج يعني لقيتوا اللي يتخذ ج في شي كلمة هتعرفوش غتقراوها بلصن ج او بلصن ج نتمنى يكون كل شي واضح لكم ما تنسى واشتشاركوا الدرس مع أتقاكم وإحبابكم عبر مواقع التواصل الشمائي لكي تعمل فائدة وباش حتى هم يعرفوا الكراءات المختلفة انت على لا تخجي ما تنسوش لايك او جيم الفيديو فهذا كي شجعني نقدم لكم مزيد من الدرس ونتلاقوا في الحصة المقبلة ان شاء الله